أهلا بكم حكاية جديدة من حكاوي الدكتور اللي أنا حتكلم فيه دلوقتي ده موضوع مهم قوي فيه ممارسات بتحصل فيه خطورة على حياة المصريين وحياة العرب كمان الممارسات دي ممارسات للأسف بتظهر على السوشيال ميديا وبتظهر على بعض الشاشات اللي أنا مقدرش أقول عليها قنوات هي أكشاك رخيصة موجودة على أقمار مش نايلسات مش مصرح بيها ممارسات إعلامية وحوارات لا هي من قريب أو من بعيد لها علاقة بالعلم كلها حاجات تجارية كلها حاجات تدل على جهل رهيب تودي الناس في دهية من ضمنها مثلا واحد مش دكتور والدعي أنه هو دكتور وهو مش دكتور مش خريق كلية الطب البشري على الإطلاق بيتكلم على التخسيس طبعا رقم واحد حضرتك مش المفروض تتكلم على التخسيس لأنك مش دكتور الدكتور بس ليتكلم على التخسيس يا سيدي يعني التخسيس ده موضوع علمي أو متوازنة علمية مهمة جدا أنه إحنا نفهم مين لها يتكلم هل دكتور متخصص في التخزية يعني يواخد شهاداته في التخزية فيتكلم في الكاتيجوري أو في الناس اللي هيستفيدوا من التخزية كل الناس يستفيدوا من التخزية بس هاي خسس بنظام غذائي وبأدوية تخزية أدوية تخزيس معتمدة عالمية ولا أنت جراح سمنة فهتتكلم على الناس اللي عندهم سمنة مفرطة فدول اللي جربوا نتيجة السمنة المفرطة أساليب غذائية وأدوية وما نفعتش معاهم فوصلوا للسمنة المفرطة فلجأوا للجراحات سمنة لا أنت ده ولا ده لا أنت ده ولا ده أنت راجل متخصص في الغطط الصماء واخد دملو بالتخزية فهتبدأ تتكلم على الناس اللي وزناها زايد بسبب خلل في الغطط الصماء وبالتالي كمان سوء تخزية فهتعدل لتنين لا أنت مش حد في طول يعني أنت لا ده ولا ده ولا ده أنت أي حاجة تانية خالص يوما أنت بتتكلم على إيه أنت بتتكلم عن جهل أن حد يطلع يقول أنا هديكم العشبة الفلانية تخسسكم مفيش أعشاب بتخسس ده لعب بألام وطموحات وأحلام الناس مفيش أعشاب خسسة حد مكنش حد غلو لا ده في عشبة فلان الفلاني بتخسس ده كلام مش علمي ده موجود وموجود في كتب العلمية مفيش مراجع علمية بتقول أن العشبة الفلانية بتخسس وإلا كان العشبة دي تباعد طبعا الهدف أن أنا بيع بقى العشبة ده اتصل بيا وأنا هبعط لك الأعشاب دي تعالجك ده كلام مش صحيح اللي بيحصل أن الناس يعيني بيتنصب عليهم والناس بتبدأ تتصل ويجيلهم العشبة دي ياخدوها العشبة دي وما يخسوش مش المشكلة أن هما يخدوهم وما يخسوش دي مشكلة دي مشكلة أجهزة الدولة لازم توقف قدامها وفعلا بتوقف قدامها لأنه تنصب على الناس دفعت فلوس وما استفدتش حاجة المشكلة أن الأعشاب دي لها أثار جنبية خطيرة جدا وأنه العلاج عمياني فأنا مش عارف الرجل ده ضغطه مرتفع فالعشبة ممكن يرفع له الضغط مش عارف إذا كان عنده مشاكل في القولون متقرح فالعشبة ده ممكن يضر القولون المتقرح أو المعدة أو الكلى مش عارف أي حاجة على المريض لا في حاجة اسمها عشبة بتخسس ولا في حاجة اسمها أننا خسسك على الأونلاين أونلاين يعني حضرتك هتبعتلي سكنك فين وتبعتلي كلمتين تقولي أن أنا مش مريض ضغط ولا سكر فبعتلك مجموعة دوائية ما حدش عارف عنها حاجة وأقولك في عجالة كده أو من خلال رسالة لا المجموعة دي مصرح بيها من وزارة الصحة واخدها بس أنت أونلاين من اللي بعتلك؟ أكيد مش دا كترة حتى لو قالوا عليهم دكتور فلانة أكيد مش دكتور مش خدي كلية الطب البشري نهيكي أنا مش عايز أقولك أنه ما أخوش أي حاجة ربما علمية على الإطلاق مش خريك حاجة خالص نصيبة سودة دي نصيبة سودة اسلوب العلاج الأونلاين دا هو بيعتمد على أن الناس برضو عندهم ثقافة ليلة الناس اللي مشيت في الطريق دا الناس دي زي ما بالبلة دي كده بقول لكم عايزين تنصب عليهم عايزين تنصب عليهم ليه؟ لأنه التخصيص لازم أنا أروح لحد من المنظوبات دي أنا مين؟ أنا زايد وزن شوية وعايز أنظم غذائي واخد أدوية مصرح بيها عالميا هشتريها من الصيدلية مفيش دوة يا جماعي تشري إلا من الصيدلية بإشراف طبي بكشف على المريض لكن مش أونلاين دا دا ما فيوش في حد في العالم بيعمل كده ودي جريمة على فكرة القانون هيعاقب عليها حتى لو وعدوا ليه تب ما الناس دي متسابة القانون جاي لهم فيه جهاز محترم جدا في مصر اسمه جهاز حماية المستهل بيتحرك ويقبض على الناس دي ويمشي وراهم في كل حتة بس لأنه اتسق الفتق على الراتق واتسعت المشكلة وتعددت بقر النصب فجاي يعني الجهاز شغال جاي شغال والجهاز شغالة وبتمسك هنا وبتقفش هنا بس المسألة يعني واضح انه دا ما بقول له بقر النصب كتير اوي انتوا بقى انتوا كمشاهدين وكناس فهمين لازم يكون فيه دماغنا هنا فيه شوية عقل واحد عنه بسمنة مفرطة يكون عشب ايه اللي هيخسسه بسمنة مفرطة دي وتلاقي هذا هقول ايه هذا الجهل المطبق يطلع لك ايه انا مش معترف بعمليات انت مين يا عم عشان تقول مش معترف بعمليات انت دا انت مش دكتور اساسا عشان تقول انا مش معترف بعمليات لراحية يعني واحد انكر اقسام جراحة موجودة في مستشفيات في العالم كله معتمدا عنه بيلعب على احساس او وعي ناس ما عندها الثقافة كافية ويقولك انا عصلا انا مش باقتنع بالجراحات انت مين عشان تقوله الجملة دي اساسا دي جملة لوحدها تسجن تسجن ان واحد بيتكلم على اقسام جراحة اسمها جراحات السمنة بجرأة تدل على اولا حالة نفسية مرضية لازم تعالج ثانيا لا مبلاغ باجهزة رقابية في المنتهى الاهمية ده لان اللي بيتكلم مش دكتور مش دكتور لان نقابة الاطباء المحترمة اكيد اكيد لو الشخص اللي بيتكلمه الكلام ده او الناس اللي بتتكلم الكلام ده يعني تبعها تبعها نقابة الاطباء هتوقفهم توقفهم على طول انا عايز انبه البيئة معاي حاجة اسمها معدل كتلة الجسم او معامل كتلة الجسم لو ازيد من حاجة معانة تبقى للطب وجربت ان انت تمشي على انظمة غذائية وتالبش عرارة ده وما ينفعش ومش قادر تعمل كده وفي خطورة على حياتك من السمنة قد يكون الحل الوحيد هو جراح جراحة سمنة ده احتمال واحتمال اخر ان انت قد تستفيد من الانظمة الغذائية بس ان انت تقلل اكلك تقفل بقك شوية ده في حالات السمنة المتوسطة الى البسيطة مين اللي يقرر الاطباء حد بقى مش دكتور يتكلم في الموضوع ده هو بيروج لمنتج اكيد مش مصرح له من اي حتة في العالم واكيد مجرم واكيد ده بيتم من خلال زي ما قلتلكم اكشاك رخيصة في قنوات مش قنوات دي اكشاك رخيصة لها بتبس من من النايل سات ولا في رقابة عليها من الدولة لان هي بقى مش من عبر الصناعة المصري اساسا وللأسف اللي بيتقال عليها تخاريف راهبة جدا جدا امثال واحد عنده انزلق قدروفي يقولك انا اديك اديك المرحم الفلاني الكريم الفلاني يعالج لك انزلق قدروفي حاجة بالحق لكده واحد عنده انزلق قدروفي داخل داخل على عصب هديله كريم يعالج يرجع لانزلق القدروفي ده مكانه بزمتك انت يا عائل من غير ما تكون انت دكتور خالص تفهم ان تآكل قدروفي ركبة او انزلق قدروفي في الظهر يتعالج بكريم مكانش حد غلب يا جماعة مكانش حد غلب خلاص بقى كنا قفلنا حاجة اسمها قسم جراحة المخ والاعصاب ده تماما واقولنا لجراحين المخ والاعصاب في العالم كله مشكلين يا جماعة شرفتونا وانستونا عدوا في بيوتكم واحنا هنمشي بقى بالكريمات الكريم ده يعالج التهابات يعالج مشاكل خاصة بالجلد يعالج مشاكل خاصة بأمراض جلدية للكريمات لكن آلام بسيطة كده في العضلات الكريمات ممكن تعالجها لكن مشاكل في الغضريف او تآكل في غضريف الرجبة او انزلقات غضروفية في الظهر تقول لي عالجها بكريم يبقى انت بش بتنصم على انت بتهرج ده بيسمونه النصب التهريجي وفي نصب عقلاني كده وفي نصب تهريجي اللي هو عد حدود النصب اللي هو قاعد في عطل انت قاعد في جزيرة النصبين بمدم خفيف ما في نصبين يعني اللي هو بقى نصب بيتكلم كلام ايه يعني شوية في عقل وفي نصب تاني بيهرق ده ده نصب بيهرق عايز اقول للنصبين دول ارجوكم ما تنسبوش على ناس في صحتهم ممكن ممكن تبيع لي اطباق بتكسر بسهولة تقول عليها اطباق حل اطباق اطباق تبيع لي زراير تقول لي دي افضل زراير في العالم ويا زراير وحشة بقى لي يا عام اه اه اطباق امر يعني لبسي كده اقول لي ده مركة وهو مش مركة لكن ما تنسبوش عليها في الصحة ارجوك ما تنسبوش عليها في الصحة ده نصب يعني ده بسميه انا نصب الافترأ لان النصب في الصحة ده خطير جدا ومحدش يقول لي اصلا التخصيص ده مش مشكلة هيجرب ومش هيجرب العشبة ده في حكاية العشبة دي يعني وصلت لان انا بشوف قنوات برضو شبه محتر يعني كويسة تطلع واحدة او واحد يطلع لك حاجة كده احطها في مية ويقعد يقلبها والمزيعة تشربها قدام قدام يقول لك ده بيخسس او ده كويس جدا في التخصيص ويطلع لها ده بيخسس ولا لو لا لقها بالتخصيص انا شربتها يعني ايه يعني انا عندي سمنة مفرطة دلوقتي شربت انا حاجة دوبت في مية نهيك عنها هتضر معدتي ومحدش واسق بالزبط هتعمل ايه في الكلا والكبد بتاعي لا هتش قول كده نهيك كمان عن حاجة تانية هنتكلم عليها لوحدها ان انا علق كانيولا وحط شوية فيتامينات واقول ان الفيتامينات دي هتحسن حالة الصحية وتعملي الفيتامينات بتاخدش على بشرف طب لان في حاجة اسمها هايب بره فيتامينوزز يؤدي الى تلايف كبدي يؤدي الى مشاكل في الكلا يؤدي الى تحسس والليرجيك ري اكشن خطيرة فالفيتامينز مش حاجة فيها تهور كده اروح اخدها في محلول واقول ان دي هتحسن حالة العامة ولا تعمل اي حاجة خالص والكرسى انها ممكن تؤدي الى مشاكل في الكبد ده ده موجود في الكتب البكاريليوز فيتامينز يعني في سؤال كده فيتامينز هايب ريت فيتامينوز ان ديليفر سيروز يعني زيادة الفيتامين انتيك واحداث تلايف في الكبد فيقوم الاقي نجمة او الاقي حد مشهور قاعد حطت كانيولا فيها محلول لونه لطيف كده ويقول لك ده ده الفيتامينز اللي بيعمل ريجيوينيشن او بيعمل بتاع ده غلط رهيب جدا وليس له اي واقع علمي تمام يا جماعة اللهم قد بلغت اللهم فاشل أليكو ديما ما دكتوري ترجمة نانسي قنقر